اشتركوا في القناة وإلى متى يستمر ضباط الشرطة في بقسهم وجورهم على القانون هل هذه حالة مرضية يصعب الخلاص منها أم هي جريزة أساسية الدستور يحمي كل مواطن دون تدريس والقانون يكفل لكل مواطن الحرية والرعاية والكرامة أين حق المواطن الذي كفله له الدستور والقانون لماذا تتحاول عقصان الشرطة إلى سلسانة والزباط إلى جزارين ايه يا أخينا؟ ايه الدمشة مستعبوبة اللي انت عاملها دي؟ أولا أنا مش أخينا واللي بقوله دم مستعبوبة مين حضرتك؟ أنا الأستاذ عصام برهام المحامي بالنقد والإدارية العليا أهلا بحضرتك لسه ما خلصش كلامي وعدو الجمعية الدولية لحقوق الإنسان وسكرتير عام رابطت مناخضة استعمال العنف في أسام الشرطة من الآخر كده؟ حضرتك عايز إيه؟ أولا أنا عاوز كل وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية تحضر عشان تنقل المهزلة اللي بتحصل في القسم ده بعدين سيادتك طرحت علي سؤال وقلتلي أنت مين؟ ممكن أطرح عليك نفس سؤال وأقول لك سيادتك مين؟ أنا مأمور الاسم أهلا وسهلا يا فندم يبقى خلاص لازم القانون ياخد مجراء عالصغير والكبير طب ممكن حضرتك تهدى شوية وتتفضل معايا في المكتب نشرب القهوة؟ آه ممكن بس في الأول لازم اتطمن على الضحية بتاعتها تفضل حضرتك معايا في المكتب إن شاء الله هنحل كل حاجة يا ريت يا أستاذ برهام إحنا عايزين نلمي الدور يا جناب المأمور مش كل حاجة تنفع تتلمي والسيادتك سيد العرفين وإنت برضو سيد العرفين وفاهم كويس قوي إن الزابط اللي عندي ده ملوش أي علاقة بإصابة المتشرد اللي انت جاي تدفع عنه لا يا باشا بس المعلومات اللي عندي بتقول إن فيه شهود أيوة بس الشهود دول يبقوا زميله تقدر سيادتك يا جناب المأمور تثبت إنهم زميله؟ ده فيه واحد من الغربية والتاني من فراسكور والتالت من المينيا واجه قبلي وبعدين يا جناب المأمور المسائل دي تخص النيابة سيد برهام أنا اللي عايز مشاكل والعايشة وشرف الاسم التاعي ومن الآخر كده الزابط شريف ده أمره يهمني طبعا لازم يهمك يا جناب المأمور مش ده ابن سياد تلوة عاصم الحناوي مساعد أول وزير الدخلية؟ ده أنت عارف كل حاجة جريا جناب المأمور القصوة اللي عند الحناوي الابن موروصة من الحناوي الاب نفس الجينات حضرتك مش فاكر الحناوي الاب واللي عملوا في مظاهرات سبعة وسبعين كان لي وضحايا كتير طب بقولك إيه؟ عايزين ننسى بقى الحناوي الاب ونخلينا في الحناوي الابن وبقولك للمرة التانية عايزين نلم الدور ليه نشروط؟ عارفها قبل ما حتخرج من مكتبي كل اللي مقبوط عليهم حيبقوا بره الاسم لا يا باشا لا لا ده شيء مفروغ منه إيه طلباتك؟ اتفاقية سلام نعم يا أخويا سلام بين مين ومين؟ بين الاسم وبين العيال الغلابة الضحايا اللي بلق أطرزهم وأهليهم رميلهم في الشوارع إذا كان أصلاً أهليهم خلفوهم في الشوارع هما لقوا بيوت آمنة وقالوا لا طب واتفاقية السلام دي بقى بنودها إيه؟ عدم القبض عليهم وحرية العمل انت بتسمي التساول والشيحات عمل؟ خلاص يا باشا يبقى القانون ياخد مجرها أيوة بس شكلنا حيبقى إيه قدام رؤسانا إحنا كده نبقى ما بنشتغلش خالص بنهمل واجبنا لا يا باشا ما تشلش هام خالص إذا كنت جنابك عاوز كام بيتة على كام وادي يكونوا عندك هنا ممكن في ساعة زمن سيادتك تقشر بس ويعودوا هنا معاك ساعة اتنين تلاتة وبعد كده تفرج عنهم هو جنابك ما اشتغلتش في مكاتب مكافحة المخدرات ولا إيه؟ للاسف لا نفس العملية يا باشا نفس العملية لما يكونوا عاوزين يعملوا الشغل بيجيبوا البضاعة وبيجيبوا المتهمين وبعد كده يبوازوا القضية لعدم صاحة وسلامة الإجراءات ومين بقى إن شاء الله اللي حيكون حلقة الواصل؟ ولد عشرة على عشرة كلمته ما يتشكش فيها أبداً كلمته وحكم محكمة غير قابل للطعن ده سيادتك هنا في الاسم عندك العساكر والرتب الصغيرة عارفينه كوي سوي رجب الفرخ الله ما سيادتك والرتب الكفيرة كمانة ما انت عارفوا جنابك كده حيبقى في حاجة تانى مهمة أمورني جنابك طبعاً انت عارف إن منطقة توس البلد منطقة حيوية وقريب منها فنادق، وزارة الخارجية، مبنى الحزب الوطني، جمئة الدول العربية ده غير إن فيه ديوف مهمين ومواكب ومواكب ومناسبات وحدة معلوم يا باشا، معلوم وجنابك عاوز المنطقة هناك تكون نظيفة جداً زي أي منطقة نظيفة في باريس يا ريه؟ معلوم، معلوم أفندم، زي ما سيادتك عاوز بالظبط بعدين فعلاً الحضارة مطلوبة لا يا أستاذ برهام، الكلام ده مش منطقة بالمرة بقى إحنا هنختل شوية حرامية وبلطجية، نترجاهم يعني؟ ينفع مرضو الكلام ده يا أستاذ برهام خلاص يا جناب المأمور، سيادتك أنا قلت الحل اللي عندي شوف سيادتك عاوز تعمل إيه؟ أنا مش عارف أقولك إيه لا باشا، أنت تعرف كويسا تعرف كويسا عاشة الرويسة عاشة الرويسة عاشة الكبيرة عاشة الكبيرة عاشة قلالة المالكة عاشة قلالة المالكة عاشة قلالة المالكة أبناء وابناتي أنا من غيركم، ماسواج باطلة أنا بحبكم وإنتوا بتحبوني عشان كده لازم أحافظ عليكم وإذا كنت كبيرة ولا ريسة ولا حتى ملكة فبسببكم والراجل ده الراجل الكبير أبشركم بوجوده في حياتنا الأستاذ عصان برهان المحامي اللي عمل معجزة وخرجكم عاش الأستاذ برهان عاش الأستاذ برهان عاش الأستاذ برهان عاش الأستاذ برهان الحمد لله والشكر لله بفضل ربنا والأستاذ برهان المحامي قدر يتوصل لاتفاقية سلام بيننا وبين الحكومة عاش الأستاذ كبيرة عاش الأستاذ برهان عايز أقول كمان إن في منكم أبطال وفدائيين مستعدين يضحوا بكل حاجة بالغالي وبالرخيص عشاني زي البطل علي النمس انت فينا علي خدمك يا رئيسة تعورت جامد أولا؟ الله هو وكيل زال فل دي لعبتنا ويا ما خدنا دروس فيها اسمعوا بقى الخبر السعيد أنا نويت أكمل نص ديني نويت أتجوز مالي مالي أماري كمالي أماري بلي أماري أنا مش واضش عشان يجبلوك واحد غريب وما تقلقوش كل حاجة هتعرفوها في قوانها ووقتها مبروك يا ملكة موسيقى موسيقى يا ربيع يا حلواني يا ربيع يا حلواني نتوحد الله لا إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن أبغض الحلال عند الله الطلاق والآية دي المين فينا يا مولانا للراجل اللي افترع على بنتنا وللبنت المأهورة المسكينة اللي أهلها أحسنوا تربيتها الآية دي للجميع يا سيد ساميحة يا موجودة للطقوة والإصلاح والصلاح أنت ستة حكيمة ورشيدة والله يا بنتي ما طلقتش نفسها وبعدين لو كان جوازهم طول شوية كان إيه اللي حصل مالوش لازمة الكلام دلوقتي يا مولانا حضرتك كنت موجود في الأول وكويس برضو إنك تبقى موجود في الآخر يا عم ربيع إحنا مستعجلين ليه؟ إحنا مستعجلين للآخر ليه؟ لا أول ولا آخر حسب ما سمعت من معتمد الطلاق ما حصلش معتمد ده مالوش كلمة عشان حد يصدق كلامه لا إله إلا الله يا سيد ساميحة أنت كده بتحيني جوز بنتك وفي بيتك وهو مهانش بنتي لما طردها في إنصاص الليالي هي دي شوية؟ يا شيخ فاتحي قدرها زي ما بتقدر دقنك لا حول ولا قوة إلا بالله العظل يا الله استغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ده رئيسة المعاطف اعمليه الاعتبار؟ اعتبارك محفوظ وعن رأس من فوق يا مولانا طيب إيه رأيكم بقى؟ إن أنا رأيك تكون في القاعدة دي نوارة أيوة هو ده بقى كلام عن إذنكم الفضل إيه؟ جرية ربيع هو إيه حكايتك؟ هو عاطف ابنك ده؟ طالب في الجامعة؟ ولا بيشتغل معاك؟ ولا الأيام دي يعني شغال فتوار؟ ما قالكش على اللي عمله؟ قال لي وإيه رأيك فيه؟ أنا مبسوط الله ده إنت بايع بقى؟ اللي تشوفه يا مولانا يا سيدي إذا كنت إنت بايع إحنا لا يمكن نبيع تعالي يا بنتي أهلاً 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 ست العرايس زيك يا نوارة الله بقى كده يا نوارة الشيطان يضحك عليكم ويخش الشقة بتاعتكم ويبرطع أيوة سيدنا الشيخ؟ أنا حسب ما سمعت من المعتمد إنه هو رمى عليك يا مين طلق بالتلاتة لو خرجت من باب الشقة ما ترجعهاش تاني مش ده اللي حصل ولا فيه كلام تاني حصل يا مولانا وخرجت من الشقة الحمد لله كده يبقى ما فيش طلق حصل ما فيش طلق حصل؟ إزاي يا مولانا؟ في هذه الحالة يا ستة سميحة يقع الطلاق عندما ترجع نوارة مرة أخرى إلى بيت الزوجية وطالما ده ما حصل شيء يبقى هي لسه على زمته ومراته الله يفتح عليك يا مولانا إيه ده؟ أنا مش فاهمة حاجة أنا فاهمة يا أم سيدنا الشيخ يقصد إن الشقة دي بقت محرمة علي صح؟ مظبوط يا بنتي مظبوط يعني انت كده هتسكن في شقة جديدة؟ وبالد جديدة كمان بإذن واحد أحد بنتكو هتطلع من بيتكو هنا على الطيارة على السعودية عدم وبإذن الله لما ترجع يبقى لها بيت جديد وشقة جديدة بس أنا مش هيتسافر السعودية بيت كده بنتي تبقي بتخالفي شرع ربنا والستة المسلمة لازم تكون طوع لجزء وإذا قلت لأ في الحالة دي الكلام مش عندي أنا يتكلم مع تمت لا حاول أخواتي إلا بالله هسافر ومش هطلق الله ده إحنا كده دخلنا في موال مالوش آخر لا حاول أخواتي إلا بالله لا حاول أخواتي إلا بالله لا حاول أخواتي إلا بالله لا يمكنتش جوازها المعتمد يا ابن دي ما هو كل حاجة كت على يدك يا سيدنا أيها بس إحنا كده جبنا أخيرنا معاه يرضيك أن أمراتك دي تتكلم قدامك كده من غير احترام لا ما يرضينيش يا سيدنا بس يعني عمل الله إيه عن بعض العلماء قال أنا أخاف النساء أكثر مما أخاف الشيطان فقد قال سبحانه وتعالى فيهم بسم الله الرحمن الرحيم إن كيد الشيطان كان ضعيفا أما عن النساء فيقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن كيدكم عظيم شدك الله الحزيز عشان كده نقول احترسوا من النساء ونحن نخشاهم نخشاهم تشيوا الأكل ده من قدامي نفسي تسدد ما اعتمد الغبي ده شغال بدماغ غير دماغه أعمل معي أكتر من اللي أنا عملته أعتله وأخلص لا هو إحنا نقصين بالاه وتحط على دماغنا هتضيع نفسك عشان ما نقادل تخسيص لرح ولا جه الشهادة اللي عاد فوق اللي شايل الليلة كلها الواحد من أول دي هو عماليهات يقول بلاش إحنا في دلوقتي يا مقصوفة الرقبة أنا عارف الدماغ اللي مشغلاها الشيخ شافيع والمشاخل اللي حواليه حقا ده معيه بيبعامل زي حتة العجينة مناخيرهم في كل حاجة طب والكلام خلص فين حراسات دي يا ابني عايزها السفر معاه السعودية يا إما يا إما إيه هوا مش طلق واخلصنا قلبة قبيط الشيخ شافيع قال إنه ما طلقش الفاتوى بتاعته إنها ما تقدرش تخش الشقة يرمي عليها اليمين وناخلص مش عايز قال حسافر من غيرها ومش هطلق الفاتوى بتاعت الشيخ شافيع بتقول إيه بالزبط قال إن الطلاق يحصل لو أنا دخلت الشقة لأنه قال علي الطلاق لو خرجتي من الشقة ما انتش دخلها تاني الشيخ شافيع ده بيفتي على مزاجه قوي معي أنا أولا ابنوا علي يا ابني هاخدها معايا ودخلها الشقة بالعافية غصباً عن أهله وكده اليمين بتاعه يبقى ساري دي الفاتوى بتاعدي دم تفتحي مش تخصصي سال خير مساء النور أنا جايبها لعشة لزميلتكم الجديدة اللي وصلت النهاردة الأنسة مبسوطة هيا اسمها مبسوطة فعلاً؟ أه مبسوطة والله هي جت ودخلت قدتها على طول ومن ساعتها ما خرجتش منها وده برضو اسمو كلامي بتلاقيها يعني مكسوفة منكم ولا حاجة هو أنا حفضل كده هو نوقف على الباب مفيش يعني تفضلي ولا حاجة لا إزاي تفضلي طبعاً تفضلي تفضلي أنسة مبسوطة خالتك بعتالت معي العشة يا زنت الصبايا هي فاني قوضة دي خالت زميلتنا الجديدة بعتالها العشة أه لا فكرة اسمها مبسوطة ده ترع بجد هي ولا غالتها؟ لأ هي زميلتكم الجديدة اسمها مبسوطة تعبت لنفسك يا مسي يا ختي تعبك راحة ده عز وخير خالتك يلا يا بنات لقوا مهنية تكفي مية أي عجيب الحب وعجيب الحب أوه؟ أشقاة ده يعني تتفرج عند التلفزيون؟ مه بصراحة أنا ورا بقى زقت مني وعدين ميلي نفسي يعني اتفرج عالتلفزيون والبيت حالو حال لا 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 فعلا معك يا حق الواحد نفسه بتيجي على عماد عبد الحالي تغريت انا غملي في حياتي خبيت عنك سر والله نوارا انت كنت بتقوليلي اللي انت عايزان اعرفه لكن غير كده ليه بقى كل اسئلة دي ابدا اللي قوليلي يا تغريت هو انت عملتي ايه في مشوارين بابا بتاعك بتاع انبارح عابلت الحاجة صالحة وعملت ايه مع الحاجة صالحة عملت اللي امي قايتلي عليه يعني وبعدين دي حاجة تخص ماما لو عايز تعرف يروح يسأليها وزي ايه كده الحاجة صالحة تمام الحمد لله زي الفلي تسلم عليكي على فكرة هي ما تعرفش ان انتي سبتي جوزك ورجعتي بيت ابوكي فخلي بالك عمرها محتارة فبدا مش جايز حد يقولها محدش يقدر يوصل لها ليه يا عشان الحاجة صالحة ماتت من ست سنية تغريت وامك نسيت وابوكي خلاص من كتر الهم اللي شايله ما بقاش ياخد باله من اي حاجة انما انا رغم الهم اللي شايله باخد بالي الموضوع يا تغريت بالزبط ها ما تفاهميني بقولك ايه ما تخليكي في حالك وتشوفها تعمل ايه في مصبتك عب كده يا تغريده نقطك الكبيرة بص انا اخدت الاذن من ماما وروحت عشان اقابل الجدع كان عاوز اتكلم معي وماما وفقت وماليا انا خرجت ازاي ومين بسلامته اللي في بالي كشف النور عاوز اي حاجة تاني وعملته ايه تغريت ايه الرخامة دي هو انا كنت سألتك عملت ايه مع فحل الجاموس بتاعك عارف يا تغريت انا لو ماما كانت سمحيت لي اعمل زيك كده كان يمكن حظي بغير كده خالص بس انت الجوازك حظر خطفة فغاضل قصدك غدر فغدر عاو نصيب معليش حبيبتي خلي بالك من روحك ربنا يوفقك ويطلع جدع ابن حلال يعني انت خلتك ساكنة قريب مننا بعدنا بتاعة عمراء طب وما عدتش معها ليه دبان عليها مقتدر وكريمة وطبيخ خزين اصل هي عند دولة سبيون كبار وشقة يضبك على قد الحق اه كده المحكمة تنورت بس انت شكلك مش غريبة علي زي ما كون شفتك قبل كده وشفتك كتير كمان جايز انت قلت لي بلدك ايه اصلا انا اصلا من مصر ما كلنا من مصر يعني انا مثلا من شبين الكون وانا باجة من السعيد جرجا انا بقى اسكندرانية بس مش من اسكندرية نفسها يعني من الدخيلة هو وفاق من ارياف المنصورة ودلال من الفيونة انا اصلا من طنطة انت متأكدة ان احنا متقابلناش قبل كده انت في كلية ايه تبير منزلي ايه ده؟ هو في كلية اسمها تدبير منزلي؟ اه في كلية اسمها تدبير منزلي دي كلية يعني ولا معهد؟ اللي هو فين يعني؟ اسمعها بنات انا ولا قدكم ولا لايه ايما وسطكم ومش تلميزة ولا بعرف اقرأ ولا اكتب وبعدين؟ كمالي كمالي ومعيش خالة من قصر انتو تعرفوا مطربة الشعبية ستش نعناها اه دي اللي بتغني يا شوق يا شوق اه هي دي انا بقى اشغالة معاه في الافراح في الكورس يعني ولا ايه؟ معاه في كل حاجة وهي اللي ضبرتلي السكنة عشان ابقى جنبها اه كده المحكمة اتنورت جوي معاه في اللي مش فاقوبة جناح ده هي عاملة عاملها فينا طالبات ولدناس محترمة يجعل Michy صابية تعالم ده غير الغش والتزوير هو مش قلن هي طالبة جماعية؟ انا من اول ما شفتها وانا قلبي مش مستراح لها وعارفة ومتأكدة ان انا شفتها قبل كده بس مصير اعرف انا شفتها فين وتدعب يا نفسك ليه؟ زي ما دخلت علينا تخرج من وسطينا ويا دار ما دخلك شر صبية علمة؟ طب لقوا اهلنا عرفوا هيجولوا علينا ايه؟ لا واكيد العلمة فتكات بتاعتي هتيجي تزورها هنا ده اللي ناقص كمان احنا اللي ما بعضينا كده وندروح لرجل صاحب الشقة اقول له كده عب وكده ما يصحش احنا طالبات جامعيات وقلت قدب انه هو يسكن معانا صبية علمة و ايه نعنعة دي؟ علمة ولا عفريتة ولا رجاصة حتى القنص اللي قاعدة بره داي لازم تمشي دلوقعة في التواف اللحزة ها، قلته ايه؟ موافقين بس ازاي؟ دي اكيد معاه قد ايجاب ولو، ما هو يكدا ايه؟ انا عمل لها فضيحة بتاعت التدبير المانزل داي ملك يا سالو اجفلي خشمك ليه؟ كان المصيبة بعيدة عنك يعني والله يا عشان مش عاجبني اللي بيحصل ده ليه؟ يعني أيامتكم قامت على البنت مرة واحدة عشان بس قالت الحقيقة بالعكس بقى أنا شايفها بنت شجاع جدا محاضرة فلسفية يا بنات أنا غلطانة أني خدت رأيها لا بقولكوا إيه بقى مش قوي كده يعني البنت اللي برا دي ما كناش نعرف عنها حاجة يعني لو كانت كذبة علينا كان ممكن تبقى بنت الأكابر بالنسبة لنا وبعدين يعني عملين تنهاشه في العلمة العلمة وأنتوا لسه نهشين الأكل اللي هي بعتها إيه؟ تقصدي إيه فعلسوفة؟ أقصد اللي خلينا نقول نقود معاها ولا ما نقودش هو بسلوكها معانا جوا الشقة سلوكها وأخلاقهم ما بلاش حكاية الأخلاق دي عشان لو اتطبقت على الكل في ناس منظرها هيبقى وحش جدا خلاص إحنا نديها مهلة أسبوع واحد ومفيش غير أهو نراجب تصرفاتها ونشوف أحوالها ويتو جعد يتغور في ستين ضاهم طب أنا شايفة إنها ممكن تبقى مفيدة مفيدة في إيه إن شاء الله؟ يعني نظافة الشقة لا خلوا بالكو البنت بني قدمة زيها زينا يعني مش هتكون بنت البطة السودة هي الشراية دي مش كانت موضة وخلصت ولا إيه؟ خلاص يا سلو إحنا هنستنى لحد الإزبادة ما يعدي مبسوطة مبسوطة ماذا؟ إيه دا؟ إنتي دخلت قطي كتاني ليه؟ عشان ما أسمعش كلامكم من قلب القودة أنا عارفة إنه هيكون علي ما تزنعليش يا مبسوطة معلش أصل اللي حصل دا عشان المفاجأة كانت شديدة علينا كلنا أنا قلت أجيبها على بلطة من أول يوم وربنا هج النفوس والله إنتي بدت صريحة وضغري ودي حاجة مفيش حسن منه يبقى لازمتها إيه بقى لو يتلبوس دي وخصوصا إنه كلنا بنات حوى وإدم وبعدين أكيد فيكم واحدة ولا اثنين مهلا بتعرف تقرأ ولا تكتب وبعدين هو كان بييجي يعني ولا كان بييجي خلاص يا مبسوطة الحاجة دي بتحصل كثير يعني ما خلاص بقى يا جماعة خلاص إيه رأيكم إنسى كل حاجة حصلت إحنا دلوقتي بنات السعادي وبعدين يعني الموضوع كله على بعض وكده كانت تافى والكلام فيه ما كانش ليه أي لازمة اتفقنا؟ واكاد نهي نهي تجني تجني كده هو هم الحلوين على صرح المين يعملوا كده هو ولا بتعمين على صنطع مين يعملوا كده هو كده هو كده هو كده 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 الله يسامحك يا اللباء ليه على مهلك حبيني على مهلك أنا زيك عيني بتندهج على مهلك حبيني على مهلك أنا زيك راحي بتندهج أنا ناس يا واعمل ناس يا بس بص عيني بتندهج على مهلك سوء على مهلك ستوب 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 فرامل لا 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 ما في نشم الغيرة بص الغيرة في الحب خطيرة لا 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 ما في نشم الغيرة الباشا مقصود ونفرفش جد هتحتاج حاجة ثانية عدوك ايه بغل الاكل والسرب عندنا كل اللي يخطر على بالك طب ما جيب لي حاجة كده من اللي تخطر على بالك نوم نوم في نشم الغيرة دي اصل الغيرة في الحب ده خطير نوم نوم في نشم الغيرة دي اصل الغيرة في الحب خطير انساها يروح انساها واشتبها بالتبشيرة على مين يبني هتلعب على مين تعمل مشاكل على مين يروحي هتلعب ايد لوحدك لي. نساحش جدا. ايديني مبعدشي وحنا. تمام؟ تمام. تشربي. ويسكي. إزززت ويسكي. ويسكي. ترجمة نانسي قنقر موسيقى عليك أنا وارا على رؤية الليل المكتوب على الكبين لازم تشوفه العين موسيقى ناوي علي خلاص ما فيش فايدة ما هكمل للاخر يعني يعني عزاب الجواز ولا سول الطلاقية اخرين تقول اهلي اللي هم اهلي نظرتهم ليه اتغيرت بقيت حاملة زي الحملة والهم اللي شايلين وليل ونهار غير ان انا عايشين في بلد صادية بتشغلة في سهب الكلام وانا بقيت حاملة زي كبايا البشر وخلي مش نقصة كلام يا ست المطلاقية اتغيرت وحاملة زي لابد النشان في الموالد اللي كل البنادة بتصواب عليها بص يا نورة انت استعجلتي في الجواز عشان خاطر انا بلاش تستعجلي في موضوع السفر جدع ده ما عملكيش حساب وانت وسط اهلك هيعملك حساب في الغربة وهو يعني الستات اللي سافروا مع جوازهم السعودية ولا غيرها كالحصل لهم بيه يعني اهو اللي بيجروا عليهم يجروا عليها انت كده بتظلمي نفسك بلاش تخافي من الطلاق قوي كده يا بيت انت حلوة وبعدين احنا الحمد لله رب العالمين سمعتنا زي الفل امك ست طيبة وهبوكي راجل صالح وعاطف كل الناس بتحبه ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيرزقك بلي ينسيك يهمك ويسعدلك ايامك خلاص يا تغريد محدش عارف بكرة مخاب بيه اهو سافر بالهات جديدة واشوف ناس جديدة والله لحسب ما باسمع هناك محدش بيشوف حاجة خالص وخصوصا الستات وبعدين انت بلت الرسول صلى الله عليه وسلم ليه صلاة والسلام مش انت يا ربنا كاتب لي اني احج ولا عمل عمرة واني انا عارف كنت ربنا يكرمني وابعت لامك وابوكي عشان يحج وبتله مش هيحصل حاجة يعني لما الوحدة تيكي على نفسها كم سنة وترجع وهي مرتاحة وعندها اللي كان فيها ايه هبلة هبلة لي عزفا أشيريد كم سنة اللي بتقلي عليهم دول أحلى سنين عمرك يا نوار سنين الفرحة والبهكة البني قدم إن كان راجل ولا ست بيبقى عمر زي حجر البطارية كل يوم كهربته بتنس حتى لو مش تقرش هوا بقى مقدر ومكتوب طيب قولي لأخوك يا عاطف مش مان يا عاطف مشان هو أخو البنات وهو الحماية وهو اللي عملنا هيبة وإيمة وكرام وعشان كده عمري ما حاخد رأيه أبدا ما مش فهماك يا نوار وعشان اللي نوعي عمله بعيد خالص عن الهيبة والإيمة والكرامة وما اللي علاقة بإيه بقى؟ بالستر عارفة السطر؟ عارفة من الواحد يعيش مصطور وعنده المكفيه لا أنا مقصدش أنه عدى من السطر أنا قصد السطر اللي بتخبي بهمومك تميطها أنا ومش طايق عاشتك بس بتتحكيه وبتبتسمي عشان تباني قدام الناس إنك عايشة فهنا وسرور تبقى مجروحة وبتنسي فيه والألم بيعصورك عصر مش قادرة ولي آه نامي نامي أبوك يومك حيفروح قوي لما يعرفوا اللي أنا ويعملوا اشتركوا في القناة